اهلا بكم الى عرض لاهم اخر الاخبار من قناة الجزيرة مبشر مصر قال المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ان القوات المسلحة ستظل تؤدي دورها في حماية الوطن مهما كانت الضغوط ومحاولات التقليل من دورها جاء ذلك خلال لقاء المشير طنطاوي مع قادة ضباط القوات المسلحة بالمنطقة المركزية العسكرية اليوم الذي اكد فيه على ان القوات المسلحة تضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار وضف تنطوي ان هناك من وصفهم بمغرضين يحاولون ضرب تماسك الوطن والوحدة بين الشعب والقوات المسلحة على حد قوله قال المستشار هشام البستويسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ان معيار اختيار عضاء اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور يجب ان يعتمد على معيار الكفاءة وحده دون غيره سواء كان الشخص المختار من داخل البرلمان او من خارج البرلمان وطلب البستويسي في تصريح للجزيرة مباشر مصر طلب البرلمان باجراء تحقيق لمعرفة المسئول عن السماح للاجانب المتهمين في قضية التمويل الاجنبي بمغادرة البلاد اضافة الى تحقيق داخل السلطة القضائية البرلمان علي ان هو يجري تحقيق سياسي لتحديد المسئولية ده يصفر عنه تحقيق سياسي يجريه البرلمان ولابد كمان من تحقيق داخل السلطة القضائية لتحديد المسئولية ومحاسبة المسئول انا مقدرش ان انا استنتج يعني اللي بيحمل المسئولية للمجلس العسكري ده استنتاج في شأن اخر طلبت لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشعب بحجب الثقة عن حكومة الدكتور كمال الجنزوري وتشكيل حكومة اتلافية برئاسة حزب الاغلبية الحرية والعدالة مع احزاب اخرى ممثلة في المجلس لما اعلنت لجنة العلاقات الخارجية رفضها لما تضمنه بيان حكومة الجنزوري بشأن علاقات مصر الخارجية واستنكر عضاء اللجنة ترك ملف المصالحة الفلسطينية في يد المخابرات وعدم وجود اي علاقة لوزير الخارجية بهذا الملف في الوقت نفسه انتقدت اللجنة عدم تقديم الحكومة ميزانية وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن الاعوام الثلاثة الماضية اعربت جماعة الاخان المسلمين عن دهشتها مما تردد في وسائل الاعلام عن توجيه جهات امريكية الشكرى لها تحية لما وصفوه بموقفها البناء تجاه السماح للامريكيين المتهمين في قضية التمويل الاجنبي للمنظمات غير الحكومية بالسفر ونفت الجماعة في بيان لها اي تدخل في قضية ينظرها القضاء المصري كما نفت الجماعة قيامها بأي وساطة من صالح السماح لهؤلاء المتهمين الاجانب بالسفر قال المستشار هجام رؤوف عضو تيار استقلال القضاء انه عددا من القضاء رصدوا ما وصفوها بتجاوزات واخطاء في قضية التمويل الاجنبي من المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة وقضاء التحقيق في القضية وضف رؤوف ان ثمانين من القضاء تقدموا ببلاغ للتحقيق فيما حدث من الغاء حظر سفر المتهمين في القضية واعتبر رؤوف ما حدث تدخلا سافرا في عمل القضاء المخولين بنظر القضية وفي هذا الشأن ايضا طلب رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب محمد انور السادات باقالة فيز ابو النجا وزير التعاون الدولي بعدما اسماه بالنهاية الدرامية لقضية التمويل الاجنبي للمنظمات غير الحكومية واتهم السادات وزيرة التعاون الدولي بافتعال الازمة وشحن الرأي العام للظهور بدور بطولي ووصف السادات نهاية القضية بانها مأزوية انا شايف ان الوزيرة فيز ابو النجا تتحمل مسئولية البلاغ اللي تقدمت به وخلقت حالة من البلبلة ووصل هذا الامر الى انه النهاردة احنا انتهينا الى يعني التشكيك في نزاية القضاء وايضا فقد الثقة ما بين الشعب والحكومة والمجلس العسكري يعني حالة من الفوضى اللي مفيش انسان اكد اللواء سامح ردوان مساعد وزير الداخلية لامن بورسعيد ان قرار الاتهام في احداث الاستاذ سيصدر من مكتب النائب العام خلال 48 ساعة كان المحام العام لنيابات بورسعيد قد قام بصحبة مدير الامن وفريق من وكلاء النيابة باجراء معينة اخيرة لمصر الاحداث بملعب الناد المصري تمهيدا لاعداد قرار الاتهام ل54 متهما في هذه الاحداث التي خلفت 73 حالة وفاة ونحو 260 مصابا قرر قاضي التحقيق في احداث مجلس الوزراء تجديد حبس الناشط احمد دومة لمدة 30 يوما على ذمة التحقيقات في احداث مجلس الوزراء والمتهم فيها دومة بالتحريض على الاعتداء على منشأة حكومية وفي شأن المشابه رفضت محكمة جنيات القاهرة الاستئناف المقدمة من ميناء عاد الامين على قرار حبسه 30 يوما لاتهامه بحرق المجمع العلمي خلال احداث مجلس الوزراء قررت محكمة جنيات القاهرة حجز قضية قتل المتظاهرين بالزاوية الحمراء اثناء الثورة المتهم فيها امين الشرطة محمد عبد المنعم ابراهيم والشهير بمحمد السني الى يوم الاربعاء القادم للنطق بالحكم ودفع محمد المتهم بنعدام القصد الجنائي مستندا الى كون موكله كان في حالة دفاع شرعيا عن النفس وعن محل عمله يذكر ان المتهم سلم نفسه الى مدرية امن القاهرة منتصف يناير الماضي وطالب باعادة محاكمته بعد صدور احكام غيابية ضده بالاعدام والمؤبد قال المستشار عاصم الجهري رئيس الجهاز الكاسب غير المشروع ان شروط تسليم رجل الاعمال الهارب حسين سالم وابنه شروط قانونية وقال الجهري في تصريحات خاصة للجزيرة مباشر مصر ان الشرط الاول هو اعادة محاكمة سالم وابنه لان الحكم الصادر ضدهما غيابي واضف ان الشرط الثاني ينص على انه في حال صدور حكم ادانة ضدهما يسمح لهما بقضاء العقوبة خارج مصر اذا طلب ذلك وفقا للاتفاقيات الدولية رفض اولياء امور طلاب الجامعة الالمانية المفصولين ما وصفوه بالممارسات القمعية غير المسبوقة ضد ابنائهم وطلب الاهالي في مؤتمر صحفين اليوم بالغاء جميع قرارات الفصل والانذار بالفصل الصادرة بحق ابنائهم وطلبوا باعادة هيكلة لجنة التأديب التي اصدرت قرارات الفصل وكان 14 طالبا قد اعلنوا اضرابهم عن الطعام تضامنا مع زملائهم المفصولين من الجامعة الالمانية ابني لم يحقق معه لم يكتب اي شيء لم يمضي على اي شيء وقعش على اي حاجة اطلاقها وقعدين فجينا بالفصل النهائي فصل النهائي اللي طالب في نهاية الترمي عايز حقه كطالب عايز يبليه حرية انه يكلم ليه حرية انه ممكن يتظاهر سلمي اعتصدهم سلمي هو حر عايز يعمل لاحة طلبية خاصة بهم يعيشوا حياة حرية بعد السوء نظم عدد من النشطاء وقفة احتجاجية امام دار القضاء العالي طلبوا فيها برفع قرار حذر السفر الصادر ضد النشط السياسي رامي شعث وذلك اثر السماح للمتهمين في قضية التمويل الاجنبي بالسفر وتجمع عدد من المرة واتهم المشاركين في الوقفة بالخروج عن القانون ما ادى الى نشوب مشادات كلامية بين الجانبين لانه صدر قرار بمنع من السفر في وضع شاء في تهمة ملفقة بدون اساس من القانون اللي فيها سميت بقضية تسجيلات ممدوح حمزة واللي فيها ممدوح حمزة نفسه لم يوجه له التهم ولا يمنع من السفر ولكن من الواضح هناك استهداف للناشطين والثائرين في محاولة لتشويه صورتهم وفي محاولة لعرقلة حياتهم لمنعهم من الحراك الشعبي محاولة سخيفة وبائسة وإحنا جايين النهاردة مش فقط نحتاج ولكن كمان نقدم شكوى وتظلم للنائب العام لهذا قرار الجائر إلى هنا انتهي موجز الأخبار لمزيد من المتابعة وتفصيل يمكنكم زيارة موقع الجزيرة مباشر مصر على الانترنت ومتابعة البث الحي للقناة على الموقع ذاته شكرا لكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر